بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في يوم دراسي جديد مع مادة فيزيا 2 ومعكم المعلمة أمن المسلوخ ومن لغة الإشارة لأستاذ نسرين نصار اليوم بإذن الله سنتعرف على الإثراءات الرابعة فيما تخص الأبواب التالية الشغل والطاقة لنبدأ بقراءة أهدافي معا اليوم بإذن الله سنتعرف على رابع إثراءاتنا وسنحقق بإذن الله هذه الأهداف أن ألخص ما درسناه ضمن خرائط مفاهيم أن نربط فيما بين القوانين في هذا الباب دعنا نتذكر إجمالا أبواب فيزيا 2 عن ماذا تتحدث ذكرنا أنها تتحدث عن فرعين من فروع الفيزيا الميكانيكا والحرارة وخواصها بالنسبة للميكانيكا انتهينا من الجاذبية والحركة الدورانية وكذلك الزخم اليوم بإذن الله سأتناول الشغل والطاقة وبما أن الشغل والطاقة مفهومين مترادفين لبعضهم البعض جعلناهم مع بعضهم البعض حتى نتمكن من الربط في خرائط المفاهيم بشكل جيد أخذنا في الفصل الرابع ما يتناول الشغل في موضوعين الطاقة والشغل وكذلك الآلات في خريطة الشغل لو تذكر عزي الطالب والطالبة تناولنا في الدرس الأول الطاقة والشغل والقدرة في الدرس الثاني تكلمنا عن الآلات عندما تكلمت عن الطاقة والشغل والقدرة أخذتهم أو درستهم من هذه النواحي التي تراها اقلب كما أقول دائما خرائط المفاهيم لدينا إلى أسئلة فمثلا تعرف هنا عرف الشغل بالمعنى الفيزيائي والمعنى العادي ما قانون الشغل أو صغر رياضية للشغل ثم بعد ذلك الوحدة تطبيقات على المسائل هذا فيما يتعلق الشغل نفس الكلام بالنسبة لمن للقدرة بعدها أخذنا تطبيق من الحياة على وهو في الآلات وصنفنا الآلات إلى صنفين عندما تكون آلات بسيطة واخذنا عليها أمثلة وعندما تكون آلات مركبة واخذنا عليها أمثلة وقمنا بحل مسائل في تلك الدروس أيضا تعرفنا على جداول مقارنة ذكرت لكم أنه في الإثراءات سنأخذ كل جداول مقارنة التي تناولناها في هذا الترم أخذنا هنا في هذا الباب جدول مقارنة فيما بين الشغل والطاقة الحركية من حيث التعريف والصيغة الرياضية والوحدة كذلك شروط الوجود يعني متى يكون هناك شغل ومتى لا يكون متى تكون هناك طاقة حركية ومتى لا تكون كذلك العوامل المؤثرة والتي طالما أقول أن العوامل المؤثرة تستنتج من القانون مباشرة أيضا عرفنا جدول مقارنة فيما بين الشغل والعزم بما أن الشغل والعزم مفهومين متشابهين كما ترى لذلك أخذنا مقارنة فيما بينهما من حيث ماذا التعريف والصيغة الرياضية عندما تتأمل الصيغة الرياضية تجدها نفسها تماما اللهم في وقت الشرح فرقنا ولماذا الشغل أخذ الكوساين والعزم أخذ الساين أيضا عرفنا أن نوع الكمية في الشغل القياسي بينما في العزم كان ماذا متجه بالنسبة لهذه الجزئية للعزم كمية متجهة فهو ضرب اتجاهي ضرب اتجاهي مأخوذة من متجهة وقياسي مأخوذة أيضا من ماذا من كلمة قياسية أيضا بالوحدة بشروط الوجود والعوامل احرص أيضا أن تصور هذه الجداول تجمع هذه الجداول لديك في ملف ليتسنى لك مذاكرتها بإذن الله في الاختبارات إجمالا سواء الدورية أو النهاية فهي تعتبر من المنظمات لتسهيل الاستذكار لك عزي طالب والطالبة أما بالنسبة للشغل كما ذكرت قبل قليل ذكرناه أو عرفناه من حيث الأساسيات الهامة التي ذكرتها قبل قليل إضافة إلى أننا تعرفنا في جزئية مستقلة على كيفية حساب الشغل بيانيا وحسابيا عندما أقول حسابيا معناها تطبق في حل القواء القانون مباشرة بالتالي تطبق في الـ WFD Cosine Theta حيث Theta هذا تأخذ عدم من القيم إما 0، 90، 180 كل قيمة من القيم تعطي إشارة مختلفة للشغل مرة بصفر مرة موجة ومرة أيضا سالب قد يأتيك سؤال في الاختبار أيضا متى يكون الشغل موجب متى يكون الشغل سالب متى يكون مساوي للصفر تجاوب من ناحية ماذا؟ من ناحية القانون طبعا من خلال التعويض في الزوايا 0 و90 و180 تحصل مباشرة على ماذا؟ على إشارات الشغل ونفس الكلام ونفس الأسئلة لمن؟ للعزم فأنت عندما تستذكر العزم والشغل كأنك تستذكر من وجهين ومن جهتين وهم لهم نفس الأسئلة وتقريبا نفس الإجابات أما بالنسبة لبيانيا استطعنا حساب الشغل بيانيا من حيث ماذا؟ الرسم تحت المنحنة إما تكون القوة ثابتة أو تكون القوة متغيرة إذا كانت القوة ثابتة فست تحصل في رسم المنحنة على ماذا؟ على شكل منتظم مربع مستطيل مثلث أي إن كان عندها تكتب الشغل بيانيا يساوي المساحة تحت المنحنة المساحة تحت المنحنة ما هي؟ ما مربع مثلا مساحة المربع مساحة المربع في طول الظل وتوجد أطوال أضلاع من خلال أرقام المكتوبة لديك على محور الصنات وعلى محور أيضا الصادات طيب لو كان المحور متغير أو لو كانت القوة متغيرة عندها أيضا الشغل يساوي المساحة تحت المنحنة كيف؟ عن طريق تقسيم الشكل تحت المنحنة إلى أشكال معروفة لديك يعني تصنفها إلى مثلث مربع تقسيمة موجودة على نفس الرسم البياني أيضا عرفنا في القدرة هذا فيما يخص درس القدرة يعني تقدر تقول هنا أنه كل درس عندنا في خريطة فلذلك دائما أقول خذ هذه الخرائط وأقلبها لديك كأسئلة أنا تعرفت على القدرة من ناحية التعريف وأخذنا بعد قانون بي تساوي دبليو على تي في درس القدرة من هذا القانون كنا نوجد العلاقة بين من ممتاز ما بين الشغل والقدرة وعرفنا أيضا علاقة بين القدرة والسرعة كلما زادت السرعة زادت القدرة واستنتجنا هذا القانون آنذاك وعرفنا أيضا وحدة من القدرة تقاس بوحدة الواط دخلنا في الآلات من حيث التعريف والأهمية والأنواع كما ذكرت أيضا لو ترجع مرة ثانية لقناة عين وتعيد درس الآلات ستجد هناك أيضا خراءة ضمنية في الآلات البسيطة والآلات المركبة لم أجملها هنا لأنها هناك موجودة بالتفصيل من ناحية الأمثلة على الآلات ومن ناحية أيضا المقارنة بالنسبة للمقارنة في ذلك الدرس أخذنا مقارنة فيما بين الآلة المثالية والآلة الحقيقية من حيث التعريف والصيغة والنوع الآلة كذلك من ناحية فقدان الطاقة وذكرت وقتها أن الآلة المثالية لا وجود لها في الحياة إنما يفترضها دائما العلماء لتسهيل الدراسات النظرية كذلك أخذنا في الآلات المركبة قوانين مهمة ووقتها حلينا عليها أسئلة بالنسبة لقانون الفائدة الميكانيكية والفائدة الميكانيكية المثالية شرحنا أيضا الآلات المركبة من حيث مثالين الدراجة وآلة المشي أو قدرتك أنت شخصيا على المشي نأتي إلى الفصل ماذا؟ الفصل الخامس في الفصل الخامس درسنا الطاقة أخذنا فيها عنوانين اللي هو الأشكال المتعددة للطاقة وتطبيق له في الحياة اللي هو حفظ الطاقة عندما درست أشكال المتعددة في الطاقة نبهت أني في هالجزء أتكلم عن الطاقة الميكانيكية فقط ليست أنواع أخرى من الطاقة صوتية نووية الكهربائية هي نوع واحد من الطاقة في الميكانيكية الميكانيكية تصنف إلى أكثر من نوع فعند دراستك لهذه الجزئية أنت تدرسها على هيئة أولا تعريف الطاقة ثم أشكال الطاقة لاحظ الميكانيكية العوامل المؤثرة على طاقة كرة وهذه حصرا كانت على مثال الكرة ثم متى تزداد طاقة النظام ومتى تقل أجملناها هنا في هذه الخريطة طبعا أشكال الطاقة الميكانيكية اللي إحنا أصلا درسنا كل نوع على حدة وكل نوع على حدة وضعنا له خريطة أو منظم أستطيع منه أن أستذكر درسي مثلا طاقة الوضع أخذناها تعريفها قانونها وحدتها وهكذا والعوامل مؤثرة عليها طاقة الحركية نفس الكلام تعريفها قانونها العوامل مؤثرة عليها وحدتها كل واحدة اعمل لها جدول أو منظم تستطيع أن تجعلها في ورقة A4 واحدة وتجمل منظمك بالنسبة للطاقة في صفحة واحدة طيب بالنسبة للطاقة الحركية بهالشكل درسناها أخذنا أنواعها كانت خطية ودورانية تدرس الطاقتين حركية ومختزنة من حيث كما ذكرت التعريف الوحدة القانون كذلك المنشأ والعوامل والرمز وخذنا هنا أمثلة عليها قد يأتيك سؤال في الاختبار تتبع تحولات الطاقة طبعا أنت تتبع تحولات الطاقة من الأول إلى التوقف إلى نقطة التوقف قد يشمل هذا المثال حركية ومختزنة ومارنة كل أنواع الطاقة التي درستها تبدأ من الأول إلى آخر أو نقطة التوقف بالنسبة لهذا المثال المذكور لديك في الاختبار بالنسبة لطاقة الوضع الجاذبية كما ذكرت لك قبل قليل نفس الفكرة إذن في تعريفها في رمزها في كذلك وحدتها الجي وقانونها مجي أتش والعوامل المؤثرة عليها التي هي كتلة تسارع الجاذبية والارتفاع ثم بعد ذلك أخذنا طاقة الوضع المرونية وعرفنا الفرق فيما بين طاقة الوضع المرونية والجاذبية المرونية هي التي تكون موجودة في الأجسام المرنة مثل الأجسام المرنة مثل المطاط مثل الأشياء المرنة التي تكتسب طاقتها من مرونة الجسم نفسه أما بالنسبة للوضع الجاذبية هي موجودة أي جسم موجود على سطح الأرض لديه طاقة وضع جاذبية فندرسها من هذه الناحية بالنسبة للتطبيق أو للدرس الثاني قانون حفظ الطاقة عرفنا أن الطاقة محفوظة في أي نظام معزول ومغلق وأن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث بل تتحول من شكل إلى شكل آخر عرفنا قانون الطاقة الميكانيكية النظام اللي هو قانون حفظ الطاقة دلتا إي تساوي دلتا كي إي زائدا دلتا بي إي حيث أن الكي إي هي عبارة عن التغير في الطاقة الحركية زائدا التغير في طاقة ماذا الوضع بالنسبة للأمثلة والتطبيقات اللي هي كانت في سقوط الكرة وفي صرف المال لما شرحناها بمثالين اثنين أما بالنسبة لإثباتنا الطاقة المحفوظة أثبتناها عندما شرحنا عربة التزلج في مدينة العاب وكذلك شرحنا البندور البسيط أيضا عرفنا هنا في درس تحليل التصادمات أن التصادمات تصنف إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أصناف إما تصادم فوق مرن أو مرن أو تصادم عديم المرونة هنا استنتجنا من ذلك الدرس أن الزخم محفوظ غالبا في كافة التصادمات وأن الطاقة محفوظة كذلك في التصادمات المرينة بما أن الزخم هو الذي يتسبب في إيقاف الأجسام ليس هو ماذا؟ الطاقة هذا ما استنتجته في هذا الدرس وقتها نبهت أننا عدنا في شرح التصادم هنا في هذا الدرس من ناحية الطاقة الحركية قبل كنت أحقق قانون حفظ الطاقة وكنت أستخدم قانون حفظ الطاقة اللي هو M1 في V1 يعني الطاقة قبل التصادم تساوي الطاقة بعد التصادم واستخدمناه في حال المسائل هنا لماذا عدنا إليه مرة أخرى؟ حتى أضع مقارنة فيما بين الزخم والطاقة الحركية وأرى أيهما يكون محفوظ في هذه الجزئية دعنا نطبق بعض الأمثلة لما درسناه هنا في سؤال 58 افتح الكتاب معي في صفحة 123 في مسألة 58 اقرأ معي في المسألة يؤثر سائق دراجة هوائية بقوة مقدارها 15 نيوتن عندما يقود دراجته مسافة 251 متر لمدة 30 ثانية ما مقدار القدرة التي ولدها؟ إذن نكتب المعطيات معا في هذه الجزئية نضع خطا تحت الأرقام 15 نيوتن هذا اللي هي عبارة عن الـ F عندما يقود دراجة مسافة 251 إذن هذه D لمدة هذه اللي هي عبارة عن الزمن ممتاز ما مقدار القدرة؟ إذن B هنا استفهام عندما تتأمل المعطيات بهذه الطريقة تتجد أن هذه المعطيات تجمع بالنسبة لقانون في القدرة ألا وهو B تساوي ماذا؟ W على T لكن عندما تتأمل هذه المعطيات تجد لا وجودة للـ W هنا في السؤال لكن أستطيع أن أوجد الـ W من فك الـ W أعلم جيدا أن الـ W يساوي ماذا؟ الـ F مضروبا في الـ D إذن أضرب القيمة 15 في الـ 251 أحضر الآن قم بالتعويض أولا كما ذكرنا أن القانون بهذه الطريقة على درجة التعويض بهذا الشكل على درجة ثم الناتج وماذا؟ والوحدة بدرجة لذلك لا تضيع أي فقرة من هذه الفقرات قم الآن بإدخال الأرقام التالية 15 مضروبة في صحيح هنا 251 أقسم النتيجة على كم؟ على 30 ستظهر لك النتيجة 126 أو قد تظهر لك مرفوعة لأس في آلتك قد تظهر 1.2 في عشرة مثلا أس 2 قد تظهر 125 فاصلة كذا في حدود هذا الرقم الإجابة صحيحة ونقبلها إذا كانت بعيدة جدا غير مقبولة هذا باختلاف أنظمة ماذا؟ أنظمة الآلات هذا بالنسبة لهذا السؤال أنتقل الآن إلى سؤال آخر في سؤال 85 للقفص بالزانة صفحة 161 افتح صفحة 161 معي وقرأ السؤال السجل العالمي القفص بالزانة اللي هو الوثب العالي للرجال 2.45 متر تقريبا ما أقل مقدار من الشغل يجب أن يبذل لدفع لاعب كتلته 73 كيلو جرام عن سطح الأرض حتى يصل إلى هذا الارتفاع هنا يطلب ماذا؟ أقل مقدار من الشغل وأعلم جيدا أن الشغل المبذول هو عبارة عن طاقة كامنة كان يخزنها هذا الشخص الذي يريد أن يقفز إذن الشغل يعادل الطاقة الكلية التي بدورها تعادل طاقة الجذب MHG تمام؟ الآن سأقوم بالتعود بشكل مباشر بعد التحديد على المعطيات لنحدد لديك هذه القيمة التي هي الارتفاع يقفز للارتفاع وهذه أقل مقدار موجود أو أعطف في القفز العالي أو الوثب العالي 2.45 هذه مقدار الـ H أما بالنسبة للكتلة التي تقفز وهي كتلة اللاعب نفسه مقدارها M مضروبة في كام؟ في تسارع الجاذبية التي قيمته أصلا ثابتة وهذه نبهنا عليها أنها حفظ ومهمة إذن أعوذ تعويض مباشر في القيمة أحضر الآلة الحاسبة الآن 73 ضرب 9.8 مضروبة في 2.45 تحصل على النتيجة طبعا النتيجة التي تحصل عليها ليست بالكيلو جول عندما تضرب هذه الأرقام ستحصل تقريبا على 1750 جول تمام؟ لما نحولها الكيلو جول نقسم على ألف لذلك أحصل على هذه النتيجة إذن أنت الآن في الآلة الحاسبة ستظهر لك 1750 وعندما تحول إلى الكيلو جول تكتب بهذه الطريقة أنت غير مجبر في التحويل الكيلو جول اكتبها كما تظهر لأنه لم يشرط هنا إيجاد النتيجة بالكيلو جول عندما يشترط أن تظهر النتيجة بالكيلو جول أنت هنا مجبر عزي الطالب والطالبة أن تضرب أرقامك تكتب النتيجة من ثم تقسم على الألف سجل هذه المعلومة لديك حتى تعرفها جيدا ولا تخطئ فيها إذن هذا بالنسبة لهذه المسألة وهي كانت تطبيق مباشر بذلك عزي الطالب والطالبة انتهينا من درسنا اليوم نوفقنا من الله ونختارنا من أنفسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته